امامه عندما تندمج مع الدور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كان حديثنا في موضوع الإمامة والمجتمع الإنساني وقد انتهينا في الحديث إلى أن الإمامة تعتبر ضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني وذلك سواء في الرسالات السابقة حيث كان الإمام يتحد أحيانا مع النبوة فتأتي على شكل نبوات تابعة للنبوة الرئيسة الرسالية من أجل إكمال الرسالة في حركتها الإنسانية والاجتماعية وأما في الرسالة الخاتمة فباعتبار وجود التكامل الرسالي والإنساني فهنا قد لا يكون وجود النبوة بعد الرسالة الخاتمة ضرورة كما نص على ذلك القرآن الكريم حيث وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه خاتم الأنبياء ونص على ذلك أيضا الحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه لا نبي بعدي هنا نأتي إلى تفسير ضرورة الإمامة بعد الرسالة الخاتمة حيث افترضنا بأن الرسالة الخاتمة أصبحت رسالة كاملة من حيث مضمونها ومحفوظة أيضا كما ذكرنا في حديثنا السابق فلا تحتاج إلى نبوة تكمل هذه الرسالة أو تحفظ هذه الرسالة ولكن الرسالة الخاتمة أيضا تواجه أدة قضايا أساسية ورئيسية هذه القضايا تفرض ضرورة وجود الإمامة واستمرارها بعد النبوة الخاتمة وبعد الرسالة الخاتمة من أجل توضيح هذه الفكرة هنا نشير إلى عدة قضايا رئيسية وأساسية تواجهها الرسالة الخاتمة كما واجهتها أيضا الرسالات السابقة وهذه القضايا هي التي تفرض ضرورة وجود الإمامة وتعطي أيضا أهمية هذه الإمامة ومضمون هذه الإمامة عندما نتحدث عن الإمامة وشرحنا مفهومها القرآني لا بد من أن نرى هذا المضمون منطبقا مع الواقع الاجتماعي والإنساني الذي تواجه الرسالة الخاتمة بحيث تصبح الإمامة ضرورة من أجل مواجهة هذا الواقع الاجتماعي والإنساني هنا أشير إلى أدة نقاط أساسية ورئيسية النقطة الأولى هي ما يمكن أن نعبر عنه بعنوان نقطة وجود الاختلاف في العبادة في الحالة الإنسانية الاختلاف على ما يبدو من القرآن الكريم ومن مراجعة الواقع الإنساني في مختلف أدوار التاريخ وحتى يومنا الحاضر يمثل سنة من سنن الحياة على ما يبدو والسبب في وجود هذه السنة في حياة الإنسان وفي حركة الإنسان وتفسير وجود هذه الظاهرة يحتاج إلى حديث مستقل ولكن بصورة إجمالية وشير إلى أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون هذه الظاهرة قائمة وموجودة في المجتمع الإنساني وذلك من أجل أن يتعرض الإنسان للامتحان والابتلاء ومن خلال الامتحان والابتلاء يمكن أن يتكامل هذا الإنسان هذا بصورة إجمالية أما شرح ذلك وتفصيله وبيان الأدلة والشواهد على هذه الحقيقة فهذا يحتاج إلى بحث مستقل لكن بصورة إجمالية نؤكد هذا المفهوم وهو أن هذه الظاهرة كانت ضرورة في الحياة الإنسانية لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق هذا الإنسان خلقا يعرضه فيه إلى الامتحان والابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا حقيقة من الحقائق ويشير القرآن الكريم أيضا إلى وجود هذه الظاهرة وهي ظاهرة الإختلاف وثباتها في حياة الإنسان في آيات عديدة منها قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الله سبحانه وتعالى بقدرته هو قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة وجماعة واحدة متفقة في كل شؤون حياتها وحركتها كما جعل الكثير من المخلوقات والموجودات في هذا الكون أمة واحدة منسجمة في كل حركتها ووجودها الناس يمكن أيضا كذلك أن يجعلهم بهذه الصورة وبهذا الشكل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن هنا القرآن الكريم يقول ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك إلا أم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني هذه القضية هي قضية تمثل سنة من سنة التاريخ ظاهرة من ظواهر التاريخ وهو أن يكون الاختلاف قائما في المجتمع الإنساني وفي حركة الإنسان من أجل أن يمتحن هذا الإنسان ويبتلى ومن ثم من أجل أن يلاقي حسابه وعقابه في يوم القيامة هذه الظاهرة ظاهرة الاختلاف يمكن أن نجدها في نوعين ونحوين رئيسيين في حركة الإنسان النحو الأول وهو ما نعبر عنه بظاهرة الاختلاف في العبادة الإنسان بحسب طبيعة حركته الاجتماعية والتاريخية يتخذ له دائما مثالا يجعله قدوة وأسوة وهدفا يقدسه ويكرس ويوظف وجوده من أجله وهذا المثال الذي يتخذه الإنسان تارة يكون مثالا يخترعه الإنسان ويخترقه الإنسان ويوجده هذا الإنسان في حياته فيتخذه مثالا له وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالمثل العليا المصطنعة يعني التي يصطنعها الإنسان ويتخذها الإنسان مثالا له من خلال ما يبتدعه ويخترعه كما يتخذ الإنسان أحيانا المثل العليا له من خلال العشيرة فتصبح العشيرة هي المثال الأعلى لهذا الإنسان يكرس حياته ووجوده وحركته من أجل هذا المبدأ وهذا المثال الأعلى وأحيانا الإنسان يتخذ موجودا في هذه الحياة مثالا له من خلال رؤيته لهذا الموجود كقوة وقدرة كبيرة وعظيمة حيث يوجد في الإنسان اتجاه لما يعبر عنه بعبادة القوة والقدرة فعندما يجد أمرا كبيرا ومهما وعظيما وقويا ومؤثرا يتجه الإنسان لاتخاذ ذلك مثالا كما هو الحال في كثير من من يعبد النجوم والكواكب والقوى الكونية الموجودة في هذه الحياة هناك من يعبد الشمس يعبد القمر يعبد الملائكة وهناك من يعبد الجين يعبد الشياطين وهذه العبادة في الحقيقة تنطلق من إحساس هذا الإنسان بأن هذه القوى على اختلافها هي قوى مؤثرة في هذا الوجود وفي هذا الكون وهي أقوى من وجوده وحركته فيتخذها مثالا له يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى أو يتخذ الإنسان شهواته ورغباته وميوله الخاصة والغرائز المودع في داخله إلها من دون الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الإنسان في هذه الحالة يرى أن كل وجوده وحياته يتمثل بهذه الغرائز بهذه الشهوات بهذه المنافع الخاصة هذا هو المثال الأعلى لحركة الإنسان ولوجود الإنسان كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه بحيث الهواه يتحول في نظر هذا الإنسان إلى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى أو يخترع الإنسان إلها له من قبيل ما يخترعه من القوم الذي هو أكبر من العشيرة فيصبح العرق والدم والانتماء إلى القوم هي القضية الأولى والمثل الأعلى الذي يتحرك من خلاله الإنسان أو يتخذ الإنسان إلها له من خلال الطواغيت والجبابرة الذين يمثلون القدرة والقوة في التسلط والهيمنة وفي قوة الشخصية التي ينظر إليها هذا الإنسان العادي فيعبد هؤلاء الطواغيت ويعبد هؤلاء الجبابرة باعتبار أنهم يمثلون المثل الأعلى لحياة الإنسان وهكذا عندما ننظر إلى حياة الإنسان وإلى تاريخ الإنسان وإلى حركة الإنسان نجد أمامنا أمثلة كثيرة من هذه الآلهة من هذه المثل التي يصطنعها الإنسان ويخترعها ويجعلها قدوة وأسوة يتحرك من أجلها هذا نوع من المثل العليا في مقابل هذا المثل الأعلى الذي يصطنع الإنسان ويخترع الإنسان يوجد هناك مثل أعلى له حقيقة وواقع وثبوت في الواقع الكوني وهو الله سبحانه وتعالى الذي يمثل الكمال المطلق في هذا الوجود وفي حركة هذا الوجود فعندما يدرك الإنسان هذه الحقيقة وهذا الكمال المطلق ويصل في معرفته إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن يتخذ أيضا الله سبحانه وتعالى مثالا أعلى له في حركته إذن فالإنسان في كل الأحوال سواء ذلك الإنسان الذي يتخذ الآلهة المصطنعة أو هذا الإنسان الذي يدرك الحقيقة من خلال الكمال المطلق هو يضع دائما أمامه مثال يراه المثال الأعلى لعبادته وحركته هذا الأمر في الحقيقة يمثل موردا وموقعا من مواقع وجود الاختلاف في حياة الإنسان ولذلك نجد أن الناس في مختلف أدوار التاريخ اختلفوا فيما بينهم في هذا الأمر فمنهم من يتخذ الشهوات آلهة منهم من يتخذ الطغاة آلهة منهم من يتخذ الكواكب آلهة منهم من يتخذ الجن والشياطين آلهة ومنهم من يتخذ الله سبحانه وتعالى آلهة والقرآن الكريم أيضا يشير إلى ذلك النوع المصطنع بالمصطنع بقوله تعالى إن هي أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هذه آلهة مصطنعة يصطنعه الإنسان إذن فهذا هو أحد الموارد المهمة للاختلاف الذي نراها في حياة الإنسان نكتفي بهذا القدر من الحديث من أجل أن نكمله إن شاء الله في البحث الآتي ونرى بأن الإمامة أحد أهدافها هو معالجة هذا الاختلاف إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا بهذا الدور تكاملا بهذا الدور تكاملا بهذا الدور تكاملا بهذا الدور تكاملا بهذا الدور